في عنوين النشرة الملك سلمان يشكل مجلسه الوزاري وبندر بن سلطان خارج المعادلة في الخاص أين الحوار من عمليات شبعة؟ مش خرق لقواعد الحوار الحوار شو قاله لازمة هو من الأصل مأل لازمة الاحتلال متردد في الرد على رد حزب الله أرقى سبا خايم زرقا من طفا خايم في النشرة رواية الأيوبي عن المبنبة كان معهم مولوتوف وكان معهم حجارة وبعض الصواطير اللي استخدموها بالمواجهة من قناة الجديد في بيروت أهلا بكم إلى نشرة إخبارية استوعبت إسرائيل صواريخ الأمس لكن صواريخ حسن نصر الله غدا ليمكنها استيعابها فهي من الكورنات السياسي المضاضي للدروع الإسرائيلية ستة صواريخ أصابت تسع آليات فكم من الصواريخ التي سيطلقها الأمين العام لحزب الله ستصيب القادة الآليين الإسرائيليين إن غدا لصاروخ خريب وعند الثالثة ستجلس إسرائيل وتسمر أمام القنوات اللبنانية محتمالية النقل المباشر على الشاشات الإسرائيلية لمتابعة البيان رقم اثنين الصادر عن الأمانة العامة لحزب الله وللبيان حرر قادة تل أبيب أفضل مشاهد مثابر على خطابات نصر الله فهو يمثل لهم أيضا صدقا وشفافية ووضوحا في الرؤية في مقابل تعتيم على الوقائع وتحديدا عملية الأمس إذ إن إسرائيل اعترفت بقاتلين وسبعة جرحة من جيشها كدفعة أولى في وقت تقول صواريخ الكورنات العابرة للمدرعات إنها أحرقت ما هو أكثر لكن البقية ستأتي والعتمة الإسرائيلية منعت قادة العدو من توضيح ملابسات تسلل رجال الشمس إلى أعطى التحصينات ولما تقل لمجتمعها بعد كيف دخل هؤلاء من خلف الحواجز الأمنية الإلكترونية على عين النهار كيف تخطوا كاميرات المراقبة المزروعة فوق الأرض وفي ظل الشجر وإذا كانت أليات الرصد قد سهى رمشها فكيف مر العابرون بلا ظل من أمام الجيش الذي لا يقهر وقد يتسللوا متسللون لكن كيف يحدث ذلك وهم حملة صواريخ يعني الكورنات أكتافهم ويدخلونها بسلام آمنين ثم يعودون أدراجهم أحياء رجالا طيبين وربما صور الإعلام الحربي في المقاومة تفاصيل العملية على عينك عدو صحف إسرائيل أجرأ من قادتها وهي نقلت اعترافات بنقص المعلومات الاستخبارية في الشمال والنقص خي الهزيمة التي تتجنب تل أبيب الإقرار بها لكن إسرائيل قررت استكمال الهزائم فجهزت ردا على حزب الله كان مصنوعا لكي يصيب لا أحد فتساقط ما يربع على خمسين قذيفة ولم يسجل الجانب اللبناني جرح عنزة استهدفت إسرائيل ألا تستهدف لأن القصف المركز الذي كان سيشمل مدنيين سترد عليه المقاومة بالمثل بما لا يبقي لإسرائيل ومستوطنيها مدينة تسلم من النار وبناء على النيران الوالدة أعلى ووسطه وتحته فإن الرد السياسي الإسرائيلي جاء هزيلا مصابا بنقص المناعة لا يعبر عن تطلعات إسرائيل العدوانية ارتدعت إسرائيل من البيان الواحد وقررت اختصار الرد على الشجر من دون البشر تجنبا لسماع البيان رقم اثنين ورمت بقذائف لتسجيل الحضور حتى لا يبادلها نصر الله حضوره الطاغي وهي أكثر من يعلم أن القبة الحديدية سوف تصبح قبة ورقية إذا ما هدرت صواريخ نصر الله ولأن العزاء واجب فقد دعمت الولايات المتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وتحرك مجلس الأمن على خط ضبط النفس العبارة الدائمة في بياناته علما أن واشنطن والأمم المتحدة لم يبادل أحداثا واختراقات أكثر دموية بالمثل فتغاضيا عن جريمة القنيترا وقبلها عن اعتداءات إسرائيل المتكررة على سوريا ولبنان والأفضع على فلسطين والساكت في مجلس الأمن شيطان أخرس أقله كلمة مواساة أو عزاء لإسبانيا بشهيدها الذي سقط بقذيفة إسرائيلية على قوات اليونيفل ضلع الأمم المتحدة نبدأ من المملكة العربية السعودية حيث أعاد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تشكيل مجلس الوزراء برئاسته فأعفى الملك بندر بن سلطان من منصب رئيس مجلس الأمن الوطني وعين ميجرن بن عبد العزيز نائب رئيس الوزراء الأول ومحمد بن نايف نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ومحمد بن سلمان وزيرا للدفاع ومتعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني وعلي ابن ابراهيم النعيم وزيرا للبترول ومنصور بن متعب وزير دولة مستشار للملك والأمير خالد الفيصل أميرا لمكة ومستشارا للملك والأمير فيصل بن بندر أميرا للرياض والأمير فيصل بن مشعل أميرا للقسيم وإلى مصر حيث انفجرت سيارة مفخخة بتزامن مع هجوم بقذائف الهون نفذه مسلحون على مديرية أمنى شمال سيناء في منطقة العريش وأدى الهجوم إلى مقتل خمسة وعشرين شخصا وإصابة أكثر من خمسين آخرين ما بين مدنيين وعسكريين معلومات جديدة عن عملية شبعة وشبعة وشبعة شريط العملية المصور يرجح أن لا يبث غدا الرواية التي جرى تداولها في بعض الصحف عن عملية حزب الله في شبعة يرويها الكاتب السياسي جوني منير للجديد بتفاصيل أكثر مما ذكر العملية هي صارت تسلل قبل بلايلة مع شيء كان حدد وقت السفر وكان حدد أنه بيضلهم بيتسللوا وبيضلهم متمركزين بهذه المحلات لا معهم وقت ثلاثة أيام من أجل أنهم يقدروا نفذه العملية يعني لقبل الكلمة اللي بدوا إيها السيد حسن بكرة مفترض تسللوا ست عناصير صارت معروفين وتسللوا ست عناصير لكن كانوا بعض عن بعض انتشروا على الخط بعيد عن بعض وكانوا نطرين أي إحداثية هلأ عندما ظهرت المجموعة كانوا تسعة عام فيه أطلقت ست صواريخ لأنه كانوا ست أشخاص بنفس الوقت هني تمركزوا تقريباً على مسافة بين الستمية والتسعمية متر بعيدة عن الهدف عندما ظهرت هذه الموجوعة جرت تفاهم في عندهم وسيل تواصل بين بعض بنفس اللحظة أطلقت الصواريخ الستة على الست سيارات يلي كانوا بقلب المجموعة ولما صار الانسحاب كانوا عم ينسحبوا من هناك صار فيه قصف مدفعي من أجل تغطية الانسحاب طبع هذه العناصر تحت وقع الصدمة يلي ما قدروا عرفوا يلي ما بينهم شي أما عن امتلاك حزب الله فيلماً مصوراً عن العملية الكاملة فيؤكد منير وجوده لكنه يعتقد أنه لن يعرض حتى في أثناء خطاب السيد والشريط صغير بمشاهده الصادمة عسكرياً يعني آسيا عسكرياً أما ليش لحد هلأ بعد ما طالع مثل ما تعود حزب الله هذه من الأسئلية اللي أنا لا أملك إجابة لها ولو أنه بعض التكهنات أنه قد يكون ذلك وفق حسابات أو دراسات أو ربما لقصاوة المشاهد وكيفية تأثيرها يعني بالعملية وكيفية تأثيرها على الداخل الإسرائيل ربما عندها حسابات بهالإطار وبحسب منير فأن لدى الحزب معلومات عن وقوة عدد أكبر من القتلى في صفوف العدو جرت تكتم عليه وأن القافلة كانت تحمل أكثر من عشرة قادة إسرائيليين كيف انعكست أحداث الجنوب وتصعيد الكلامية على الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل تقرير المشترك للزاميلين جاد غصون وآدم شمس الدين لم تكت تقع الواقعة في الجنوب حتى بدت كل أجواء المحبة الزائدة بين الحزب والمستقبل تترنح معها بيان رقم واحد كيف حزب الله بيقدر يسمح له حاله ياخد قرارات أمنية وعسكرية يترتب على الشعب اللبناني ككل تبعات تدعية كتير كبيرة تعود تؤكد أن القرارات المصيرية والوطنية بما فيها قضايا الحرب والسلم هي من مسؤولية مجلس الوزراء اكتمل المشهد مع موشات صحيفة المستقبل فما جرى الأربعاء بمنظور الصحيفة الزرقاء ثأر إيراني وكأن مآدب الحوار أصبحت كلها من الماضي حرصاً مننا على الحوار ودرءاً للفتنة وحفاظاً على ما تبقى ألفنا وفداً واتجهنا إلى مبنى صحيفة المستقبل في مبادرة لاستضاح ما يجري رئيس تحرير صحيفة المستقبل جورج بكاسيني لا يرى القضية بهذا الحجم مش خرق لقواعد الحوار طالما أنه تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري رئيس تيار المستقبل أعلن معادلة واضحة للحوار عندما قال أنه غاية هذا الحوار عنوانين تخفيف الاحتقان المذهبي وانتخاب رئيس الجمهوري وأكد الرئيس الحريري وتيار المستقبل مراراً وتكراراً أنه تيار المستقبل لم يتخلى عن سوابته السياسية وأبرز موقفه من حزب الله من التدخل بسوريا من موضوع السلاح إلى آخرين فمش جديد على تيار المستقبل أو على جريد المستقبل هذا الموعد مع احتجاب قيادات حزب الله عن الإطلالات الإعلامية اخترنا التوجه إلى الطرف النقيد الصحفي في جريدة الأخبار والمقرب إلى خط المقاومة حسن عليق الذي وعلى عكس بكاسيني يرى في القضية قضية هذا السؤال يوجه بالأول بالدرجة يقولها تيار المستقبل كيف عم يتحاور مع طرف هو بيعتبره غير لبناني جالية إيرانية حزب الله بالمقابل كمان لازم يكون مطالب باتخاذ موقف واضح من هذا الموضوع هذا الموقف ما قالوا علاقة بالسياسة الداخلية هن من أول ما بلشوا الحوار عم يتعاطوا معه أنه هذا حوار بلا طعم ما قالوا معنا بوصل لمحل بشغلة وحدة أنه يلجم التحريد المذهبي الذي كان يمارسه تيار المستقبل والقوى التابعة للسعودية بلبنان منشط المستقبل اليوم مش اسقاط لموقف علامة وقائع معينة بقدر ما هو قراءة موضوعية ومعانية للموقف الإيراني اللي عبر عنه أول مبارح مساعد وزير الخارجي الإيراني حسين عبداللهيان اللي قال بتصريح واضح وصريح في الوكالة الإيرانية الأنباء الرسمية أنه إيران بلغت إسرائيل أو بلغت الولايات المتحدة الأمريكية عبر قنوات ديبلوماسية أنه عملية نيطرة هي تجاوز إسرائيلي للخطوط الحمر الإيراني كما أضاف في التصريح نفسه أنه على إسرائيل والمسؤولين الإسرائيليين يتوقعوا عواقب من هذه العملية الحوار شو قاله لازمة هو من الأصل ما قاله لازمة بكل ما يتعلق بالصراع مع إسرائيل طيار المستقبل هو وكل فريق 14 قدار ومتل ما شفنا من ويكيليكسين نحن مش ناطرين موقفهم مبارح لحتى نعرف هنه وين هنه من ويكيليكس كشفت حقيقة موقفهم العنصري تجاه جزء من اللبنانيين حقيقة موقفهم السياسة المتماهة مع الموقف الإسرائيلي نعم حزب الله مطالب بأنه يوضح لجمهوره ولناسه أنه ليش بده يضل يشارك بالحوار مع هايك فريق حزب الله حزب إيراني طيار المستقبل عميل إسرائيلي حزب الله حزب سوري طيار المستقبل يأتمر بأوامر المملكة العربية السعودية سلاح حزب الله سلاح الفتنة طيار المستقبل هو طيار الفتنة في لبنان لكن لبنان لا يقوم إلا بجناحيه جناحه السعودي وجناحه الإيراني آدم شمس الدين كيف تعاملت حكومة الاحتلال مع رد حزب الله على عملية القناترا؟ بدلا من أصوات الرصاص والمدافع التي روشها القادة الإسرائيليون إذا ما رد حزب الله على عملية القناترا على نحيب النسوة وبكاء رفاق الجنديين الإسرائيليين الذين قتلوا في عملية شبعة لمعهما أي رد إسرائيلي عنيف على لبنان لبل برزت تصريح بعض السياسيين والمعلقين وعنوين بعض الصحف التي دلت على تخبط في الداخل الإسرائيلي فصحيفة آراتس على سبيل المثال عنونت إسرائيل تدفع ثمن عملياتها الاستعراضية تساءل الإسرائيليون عما إذا كانت عملية القناترا تستحق أن يقتل من أجلها جنديان إذن كيف قرأ العدو خسارته في شبعة؟ الواحد في عنا نحن المستوى الرسمي الممثل بالحكومة الإسرائيلية الذي كان ينتظر عليه عبء الإثبات وعبء الفعل اكتفى بالتصريحات عضو في المجلوز المصغر صرح من الصين بأنه يجب أن يكون هناك رد إسرائيلي غير تناسبي بنت الذي هو معروف أنه وقت عدوان على غزة كان من أشد اليمينيين ومطالبين بالعدوان كبير لم ينبس ببنت شفا كما يقول لم يصدر أي موقف المفارقة أنه المزايدة حول أنه يجب أن يكون هناك رد كبير جاء من الوسط ومن اليسار بمعنى أنه حزب العمل وأيضا تسيب بليفين ورئيس حزب الحركة التي كانت متحالفة من حزب العمل طالبوا بأنه يجب أنه كان هناك رد قوي من الجيش الإسرائيلي وأنه يجب أنه على حزب الله أن يدرك بأن الانتخابات لا تمنع إسرائيل من الرد ووحدها كانت رئيسة حركة ميرتز بهذا قلؤون من حذرت من الغرق في المستنقع اللبناني ودرورة البحث عن خيارات دبلوماسية بهذا المعنى كان المشهد السياسي الإسرائيلي منقسم حول قيفية الرد الذي يجب أن يحصل على العملية التي حصلتها بحرب تموز نفس المشهد السياسي كان أو لا؟ لا في حرب تموز أول ما حصلت الحرب كان المستوى السياسي أو الأحزاب كلها وقفت خلف رئيس الحكومة يهود أولمرت وخلف قرار الحكومة الإسرائيلية يظهر عنوان آخر في صحيفة هاراتس عدم الاستقرار النفسي لدى المستوطنين وخوفهم من أي تطور دراماتيكي وذكر أن القطاع السياحي الإسرائيلي يستعد لتبعات الاشتباكات على الحدود الشمالية وأن منتجعات التزلج في جبل الشيخ أقفلت والزوار ألغوا رحلاتهم إلى الجليل الأعلى والطيران قلق على سلامته هو القلق ودرس موازين القوة وحسابات الربح والخسارة التي وبعكس عام 2006 لم يجرأ أي مسؤول إسرائيلي لا على المستوى السياسي ولا العسكري أن يقول علنا إنه يريد إعلان الحرب فما قبل حرب تموز ليس كما بعدها رشال كرام قناة الجديد الأجواء الجنوبية غدات عملية المزارع في تقريرا للزميل رامز القادي فاليوم الثاني لعملية المقاومة بدى الجنوب وكأن شيئا لم يكن عادت الحياة إلى طبيعتها هذا المكان الذي نفذ فيه الكمين الهدوء الاستثنائي هنا مدى غير طبيعي للوهلة الأولى لمن يعرف طبيعة إسرائيل والعمليات السابقة وذلك مع اقتصار رد الفعل العبرية على بضع قذائف غير مرئية سقطت في خراج المزارع المجاورة اليونيفل أو قوات الطوارئ الدولية لم لمت جراحها مع سقوط شهيد من الكتيبة الإسبانية في هذا المركز لحظة الجنون الإسرائيلي والقصف العشوائي أما المزارعون فعادوا إلى حقولهم التي تضللها مزارع شبع المحتلة كل هذا الهدوء لم تخرق سوى زحمة وسائل الإعلام اللبنانية والعربية التي تقاطرت إلى نقطة أقرب إلى مكان تنفيذ العملية بعد سماح الجيش اللبناني لها بالعبور أما دولة اللبنانية فلم تحضر إلا بشخص نائب المنطقة قاسم هاشم الذي تنقل بين الكاميرات لإعطاء تعليقه على الكمين طبعاً لبنان بالبداية لم يعترف بالقرار ألف سميم واحد في هذه المنطقة بالذات هو يقال في القرار ألف سميم واحد ونفذ كل مندرجات القرار ألف سميم واحد نحن للقاصي والداني نقول منطقة مزارع شبع وتلال كفرشوبة منطقة محتلة ولا يمكن أن تكون خاضعة القرار ألف سميم واحد من حق لبنان الاستمرار في مقاومته لاستعادة هذه الأرض على المقلب الإسرائيلي كان حركة جيش الاحتلال شبه معدومة على الرغم من توجيهاته لسكان الشمال باستئناف حياتهم الطبيعية إلا أن هجس الأنفاق لا يزال يسكن هؤلاء واستمر البحث عن أنفاق محتملة حفرها حزب الله ترافق ذلك مع تعزيزات مرابد المدفعية وطائرات الاستطلاع التي استمرت بالتحليق في السماء اللبنانية صحيح أن المقاومة الإسلامية نجحت في استياد دورية إسرائيلية إلا أن الأهم كان في اختيار هذا المكان الذي يمثل مثلثاً ذهبياً بين الجولان وجنوبي لبنان وفلسطين المحتلة وبالتالي وجه حزب الله رسالة مزدوجة الجنوب والجولان أصبح جبهة واحدة إلا أنه في الوقت عينه لم يعطي لإسرائيل ذريعة لتوسيع نطاق عملياتها لأن الرد جاء ضمن قواعد الاشتباك ولم يخرق القرار 17-01 من الجنوب رامز القاضي قناة الجديد حقيقته ما جرى في مبنى الإسلاميين باء ومن تسبب بمعركة في الطابق الثالث والأيوبي ينقل إلى الجديد شهادات السجناء أقويل وأحديث مختلفة بخصوص ملابسات ما حدث في مبنى الإسلاميين سجن رومي خلال نقلهم من المبنى باء إلى المبندال وبعد مباحثات بين وزير الداخلية ووفدا من الشخصيات الإسلامية جرى التواصل مع بعض السجناء في مبنى الإسلاميين لنقل الوقع بدقة من خلال شهاداتهم تواصلنا مع واحدا من أفراد الوفد الباحث في الشؤون الإسلامية أحمد الأيوبي الذي نقل إلينا شهادات كل من حسام الصباغ وعمر الحمصي المتهمين بالإرهاب أولا ذكروا أنهم كانوا متفاهمين لطبيعة العملية التي صارت لأنه وصل الوضع في سجن رومي وخاصة المبنى باء وتحديدا الطبيع الثالث إلى وضع لا يحتمل من حيث سيطرت فئة محددة من السجناء واتقادهم لسجناء آخرين رهائن فعليين الذي ذكروا الأخ حسام صباغ وعمر الحمصي أن العملية تمت بعد طلب من القوى الأمنية أنه نحن بدنا نعمل عملية انتقال من المبنى باء إلى المبنى دال وبيقول الأخ حسام أنه لو استجاب الجميع لما كان في ضربة كف لكن بعد إتمام العملية بالطابق الأول والطابق الثاني بقيت مجموعة من السجناء معتصمة في الطابق ثالث طبعا وقررت أن تواجه كان معهم مولوتوف وكان معهم حجارة وبعض الصواطير اللي استخدموها بالمواجهة وقع جرحة في القوى الأمنية ووقع جرحة في السجناء اللي واجهوا ومن ضمن أبو تراب ومن ضمن عدد من يعني بلغوا 13 شخص وصيبوا بردود مختلفة في العملية لكن بالإجمال هذه العملية نحن منعتبرها نموذجية كونه لم تؤدي والحمد لله إلى قتله ولم تؤدي إلى جرحة يستوجب علاجهم في المستشفيات وهذا هو الرأي اللي كان عليه الأخ حسام صباغ وعمر الحمصي ما حقيقة ما قاله بعض الصجناء بأنه تم إخراجهم من المبنى باق إلى دال بالبوكسرات أي الثياب الداخلية بالإضافة إلى وضع الأحذية في فمهم أكيد لا أكيد لا أنه الأحذية في فمهم أكيد لا انتقلوا بالتياب اللي هن لابسينا من المبنى باق إلى المبنى دال عند مدخل المبنى دال تم خلع جزء من الثياب يعني اللي لابس أميز داخلي بقي فيه اللي لابس منطلون داخلي طويل بقي فيه أما اللي لابس بوكسر بقي فيه مع الأسف هذا شيء أنا بعتبره ضد الكرام الإنسانية لكن نظام السجون بهذا الشكل لما بدوا ينتقل من مبنى لضمان التفتيش بدها تصير هذه العملية لكن صارت العملية هذه على مدخل المبنى دال ولساعات خلال نقلهم إلى غرفهم وبعدها وضعت السياب أمام كل طابق وأخذت السجناء ما توفر من السياب هذا الأمر لا شك عمل صغرة مؤقتة خلال فترة معينة لكنها لم تكن صغرة مقصودة وبعدها تزودوا بحرامات حرارية جديدة كانت كافية أنه تقيهم البرد خلال المرحلة الانتقالية لتأمين السياب دين الإشاعات التي استهدفت الأهالي بصراحة مثلا أنه كلهم عميوا صار على الواتس أب يجي أنه كلهم تعرضوا للعمى هذا خلاف المنطق هنا أبو تراب اللي قاوم قيل أنه أصيب بالعمى اتضح أنه أصيب بتأثير الوميض تلك القنابل الومضية اللي عملوها وخلال فترة معينة خضع لعلاج واستعاد بصره بشكل طبيعي جدا الآن أنا اللي بدي أقوله أنه الأهالي يتعرضوا لعملية استغلال سياسي دفعت بهم إلى واجهة غير مناسبة لهم وغير لائقة ونحن نتيجة اللقاء مع وزير الداخلية تم وضع ألية لمعالجة القضايا الإنسانية أما فيما يتعلق بالأسماء المحظوظة من السجناء التي يجر تدولها للخروج من السجن فهي لا تتعدى أصابع اليد ويأتي ذلك ضمن تخفيف الاحتقان على الساحة السنية الإسلامية المتشددة تحديدا من هي الشخصيات الإسلامية التي ستخرج من السجن قريبا يتم التداول باسمها أنا ما عندي بالتحديد أسماء معينة لكن نحن نسعى بصراحة أنه يكون في خروج العدد من السجناء كم شخص بالأعداد؟ ما بعرف الأعداد بس أنا بالنسبة لألي بيعتبر أنه حسام صباغ وجوده في السجن خطأ خطأ يجب أن يعالج بالقانون يعني بدنا نلاقي معالجة قانونية لألوء لأنه حسام الآن حاجة ضرورية للوضع الإسلامي أن يضبط من حالة التفلت والزهب نحو التطرف مين بعد ابن الله؟ أنا ما عندي فكرة بس أنا كمان بيعتبر أنه أبو بكر حمود بسام حمود يخضع لي نفس المعيار شهد شهود من أهلهم وعند كلامهم لا يصح التأويل ابن فواز قناة الجديد جرود نحلي تصمد أمام هجوم أكثر من 200 مسلح ليلة ثلاثاء فلم اختار الإرهابيون هذه الحدود وأين تقع؟ أضيفت ليلة ثلاثاء جرود بلدة نحلي البقاعية إلى الجرود المفتوحة على اشتباكات بين حزب الله والمسلحين الإرهابيين إذ يبدو أن الخناق ضاق على المسلحين وبات الهجوم إلى الأمام بعدما حسروا من الخلف الحل الأنسب فإن لم يقتلوا يهربوا إلى جرودهم المفضلة في عرسال وقبل الدخول في تفاصيل الاشتباك يوضح لنا رئيس بلدية نحلي جغرافية المنطقة نحلي بتحد بلدة رأس المعرة السورية يعني هناك حدود مشتركة بين بلدة نحلي وبلدة رأس المعرة وكذلك هناك حدود مشتركة مع بلدة الجبة وصولا يعني هذا من جهة الشمال الشرقي ومن جهة الجنوب هناك حدود مع بلدة عرسال المناطق السورية هاي مين فيها؟ مين مسيطر عليها للنظام ولا للمسلح؟ يعني بات المسلحين ببقعة محدودة هي مسلس يقع في منطقة القلمون مسلس جردي بين لبنان وسوريا بين لبنان حدود بلدة نحلي وحدود بلدة بريتال وحدود بلدة عرسال هذا من جهة لبنان أما من ناحية السورية هناك جرد يعني ما تبقى من جرد الجبة ورأس المعرة وجرد فليطة ولي كلهم فيهم مسلحين؟ نعم ولما اشتد الحصار في القلمون فتح المسلحون جبهة شرود نحلي بأعتقد بين 8 إلى 9 كم هناك منطقة حدودية بين لبنان وسوريا تسمى الخشع يستغل المسلحون طبيعة هذه المنطقة لمحاولة التسلل والاقتراب من الحدود اللبنانية يعني هو ضمن الهجمات اللي عم تقوموها المجموعات التكفرية على المناطق اللي محيطة بمنطقة الألمون السورية هن اللي هلأ بما يعني وكأنهم بحصار مطبق وخانق وعم بيحاولوا أنه يستفيدوا من أي صغرة ممكن تأدلها فك نوع من حصار وتأمين التواصل بينهم وبين المجموعات المتواجدة بعد داخل منطقة الألمون تم الاشتباك معهم لنحو الأربع ساعات وكانت قوة كبيرة يعني معززة بأسلحة متوسطة وأسلحة سقيلة وتم صد الهجوم وتقاه كل المجموعات باتجاه منطقة جرود عرسيل وبالتحديد منطقة خربة داود بحسب المصادر اللي خبرتنا مفهو أنه تقريباً كانوا بالمئتين مسلح مدعومين بأسلحة متوسطة وأسلحة سقيلة كالمضادات من عيار 23 ملي متر يعني هذا الهجوم هو المحاولة ما بعد تلت الحمرة بمنطقة راسب عالبك وتم افشل هذا الهجوم وهناك ما أفدنا بأن هناك الكثير من القتلى والجرحى في صفوف المجموعات التكفرية جاء الهجوم بالتزامن مع هجمات على منطقة المحيطة بمنطقة نقطة المصنع الحدودي وهي امتداد لجرود الزبدين وإذ تشهد خطوط التماس هدوءاً حذراً منذ يومين فإن الحرب على هلاء الهرابيين لن تنتهي قبل تنظيف حدودنا من آخر مسلح منهم حتى تلقى اللحظة ستبقى الجرود ومن يحميها في حال استنفار غدت عملية شبعة القرار 1701 في نظر الوزراء تحقيق هذه الأمين يجمع أغلبية اللبنانيين على أن عملية حزب الله في مزارع شبعة نوعية من الناحية العسكرية لكن في السياسة تختلف وجهات النظر بين وزراء الحكومة اللبنانية في أحقية الحزب في الرد على اعتداء لقنيترا داخل الأراضي اللبنانية على الرغم من وضوح البيان الوزاري البيان الوزاري يتحدث على 1701 هذه العملية حصلت خارج إطار 1701 منطقة شبعة محتلة من إسرائيل وبالتالي نستطيع أن نمارس حقنا بالتحرير إنما هذه العملية جاءت رداً على عملية القنيترا وهذا واضح ما لازم تربط السؤال هيك ربما بس أكيد الدولة ما فيها تطلع من صيغة تحرير آخر شبر من لبنان وشبعة يجب أن تحرر البيان الوزاري عام والبيان الوزاري ما لجأ لي تبرير العمليات اللي بتتم بدون علمه ولكن أنا أقول بكل صراحة ولاش حتى نكون يعني ملتبسين قرار الحرب والسلم مش بأيد الحكومة لوزير العمل صجعان قزة رأي مغير كلياً فحزب الله خرق القرار الدولي رقم 1701 بيان الوزاري لا يغطي أي عملية يقوم بها أي طرف البيان الوزاري يغطي أجهزة الدولة اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي البيان الوزاري هو بيان للحكومة اللبنانية للدولة اللبنانية وليس لقوى الأمر الواقع أكانت مقاومة أو غير مقاومة العملية تمت ضمن نطاع الـ 1801 طبعاً هناك خرق للقرار 1901 ولسيادة لبنان ونحن نريد أن ننتهي من عمليات الضرب والضرب المضاد والاعتداء والاعتداء المضاد دور الحكومة بهالعملية الحكومة يعني الحكومة بدينا تحافظ على حالة أكثر ما تحافظ على البلد يعني ربما فات الوزير أزي أن القرار 1701 لا يشمل مزارع شبعة حتى أن جلسة نجلس الأمن التي انعقدت على العملية لم تسجل خرقاً للقرار فيديو للنائبة ستريدة جعجع يثير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي أفرحت بتدهور الأوضاع في الجنوب أم لم تفرح؟ هل عبرت النائبة ستريدة جعجع حقاً عن فرحتها بتدهور الأوضاع في الجنوب؟ هذا الفيديو عرضته قناة الأوتيفي في نشرتها الإخبارية وأثار جدلاً مواسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مندد بكلام جعجع ومشكك في إمكان أن يكون الفيديو مجتزئاً أصدرت جعجع بياناً إثر ذلك أكدت فيه أن الفيديو مجتزئ وأن كلامها حور وأن ما قالته عندما أخبرتها مراسلة الأم تيفي دونيز رحمي فخري أن الأوضاع في الجنوب تتدهور إن شاء الله ما بيصير شيء وهو ما أوضحته فخري في تعليق لها على موقع الفيسبوك من دون أن تشير إلى وجود فيديو بحوزتها للحوار موضوع الالتباس لاحقاً أصدرت قناة أوتيفي بياناً أكدت فيه أنها غير مسؤولة عن أي إساءة أو تعليق أو تأويل يتعلق بالفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وأنها لم تنسب أي موقف إلى صاحبة القول المسجل وأن الفيديو عرض من دون أي خلفيات سياسية لكن هذا البيان لا يبرئ ساحة الأوتيفي من تهمة الاجتزاء ولا يبرئ ساحة السيدة جعجع من تهمة الشماتة ما زاد الأمور تعقيداً تعليق للزميل في الأوتيفي هشام حداد على موقع الفيسبوك قال فيه أي مشتزاء يا عمي مش إذا تلفلفت الأمور كرميل الحوار تتحمسه حضرنا التسجيل كامل وخلوا الطابق مستور تلفلفت الأمور إذن أي إن الفيديو بحسب أوصات الأوتيفي صحيح لكن الحوار مع القوات والطموح الرئاسي للجنرال ميشيل عون يتطلبان تراجع عنه وإبقاء الطابق مستور أقدم أشخاص مجهولون وملثمون بعد ظهر اليوم يستقلون سيارة من نوع جي أم سي من دون لوحة تسجيل على خطف المواطن رواد محمد عز الدين من مكان عمله في محلة وادي حميد وفروا به إلى جهة المجهولة مجلس الوزراء يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وإيران تؤكد انحيازها إلى خط المقاومة وموظف كازين لبنان ماضون في تحركهم وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزلي ندد مجلس الوزراء بالاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها قرى في الجنوب إثر العملية التي نفذت في مزارع شبع المحتلة مؤكدا موقف لبنان الملتزم بالقرار 1701 ندد مجلس الوزراء بالاعتداءات الإسرائيلية التي تعرضت لها بعض قرى الجنوب إسراء العملية التي نفذت في مزارع شبع المحتلة ودعا هيئة الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة إلى تحمل مسؤولياتها في منع إسرائيل من تعريض السلم والأمن في هذه المنطقة من العالم إلى الخطر أكد رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني والسياسات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي الذي يزول لبنان أن بلاده تولي أهمية كبرى لاستقرار لبنان والوقوف دائما إلى جانب خط المقاومة وتوجه من مطار بيروت الدولي إلى روضة الشهدين حيث وضع إقليلة من الزهر على ضريح الشهيد جهاد مغني قبل أن يلتقي وفدا من الفصائل الفلسطينية في مقار السفارة الإيرانية بير حسن ولا شك أن العدوان الإسرائيلي الآثم الذي استحدث منذ عشرة أيام تقريبا ثلة مباركة من مجاهدي المقاومة الإسلامية في منطقة القنيطرة هذا العدوان الإسرائيلي الآثم إن دل على شيء فإنما يدل على أن الكائن الصهني لا يقف عند خط أحمر في إجرامه واعتداءاته أعرض رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان الأوضاع العامة مع النائم الممدد سيرج تورك ساركيسيون ومع سفراء المغرب علي أمليل وتونس حاتم الصائم والتقى سليمان وفدا من مختاري لبنان ووفدا من الاتحاد العربي للشباب والبيئة عقد اللقاء الوطني اجتماعه الدوري ونقش جدول أعماله وتوقف أمام التطورات والمسجدات المحلية والعربية وكان الرئيس اللقاء الوزير السابق عبد الرحيم امراد قد التقى السفيرة الروسية أكسانزا سبيكن لابد أن نعبر عن تقديرنا الكامل لدور روسية العظيم اللي هو تاريخيا مساند لقضيانا المحقة وخاصة القضية الفلسطينية وبالوقت الراهن على هذه المواقفة العظيمة التي تقفها روسيا فيما يتعلق بعادة التوازن المجتمع الدولي على الصعيد العالمي وبالتالي موقفة داعم لقضية القضية السورية كما نعلام القضية الفلسطينية نحن اليوم نعيش مرحلة حصاصة جدا في العلاقات الدولية والإقليمية حيث يجب علينا أن نواحد صفوف الجميع الوطنيين لجب أن نحن موحدين بالأهداف المشتركة اللي يرمي إلى إقامة نظام جديد مبني على التعددية في العالم شن النائبان الممددان سيمو أبيراميا وحكمة ديب هجوما على نواب بيروت لوقوفهم في وجه سد جنة كل الدراسات موجودة يعني إذا بدنا نفرجيكم إياها بعد عندنا كرتين دراسات عمره سنين وسنين من أجل الوصول إلى هذا السد النموذجي على صعيد لبنان أولا قضاء جبال منه مكسر عصا قضاء جبال عنده حق بالإنماء ثلاثة أيام مضت وأبواب كازين لبنان لتزال مقفلة والأمور تتجه أكثر نحو التصايد بعد فشل مساعد تسوية وأمام هذا التطور أعلن الموظفون حال الطوارئ في منطقة كسروان واصفين ما يحدث بالمؤامرة على الكازينو بغية خصخصته بالكامل في خوف على كازينو لبنان نتمنى من جميع الأطراف السياسية نتمنى من جميع الأيامين على المؤسسة هذه المؤسسة بدها تبقى هذه المؤسسة منارة بكسروان هذه المؤسسة منارة بلبنان ممنوع تسكر نفل مئة وتسعين ولا فل ميتين ولا فلعنا كلنا كازينو لبنان بدو يضلوا فاتح نحن المسؤول عن هالملف يلي بوجنا هوني رئيس وأعضاء مجلس الإدارة هني اللي عطلوا دور هالمصفين وجيبوا شركات شغلوها بوقت مصفينهم بالدبويات نفذ أهالي الموقفين في الأحداث الأخيرة التي وقعت بين باب التبين وجبل محسن اعتصاما عند مدخل جبل محسن للمطالبة بتسريع محاكمة أبنائهم وطالبوا وأكدوا أن أبناء جبل محسن كانوا دائما مع الدولة والجيش وقدموا الشهداء وما زالوا يضحون في سبيل الوطن في البقاع أوقف أمن الدولة مكتب زحلي عصابة متعددة الجنسية مؤلفة من لبنانيين والسوريين والفلسطينيين امتهنت خطف رعاية السوريين بهدف الفدية المالية واعترفت العصابة بالقيام بأكثر من ست عمليات خطف تمت ما بين المصنع واشتورة كما استخدمت شقاتين لاحتجاز المخطفين واعترفت في التحقيق الأولي بتهريب أكثر من خمسمائة شخص سوري إلى الداخل اللبناني عبر منطقة المصنع وما يجاورها من معابر غير شرية في مقابل خمسمائة ألف ليرة لكل شخص وبلغ عدد الموقفين أربعة أشخاص فيما لا يزال ثلاثة أخرون متوارين عن الأنظار اختتام اللقاء التشاوري بين الحكومة السورية والمعارضة بإصدار بيان موسكو ووفدان حكومة والمعارضة يتفقان على مواصلة المشاورات اتفق وفدان حكومة السورية والمعارضة على استئناف المشاورات بينهما وذلك في ختام اللقاء التشاوري الذي عقداه في العاصمة الروسية موسكو حيث أعلن منصق المنتدى فيتالين عمكن أن وفدي الطرفين وقع بيان مبادئ موسكو من الضروري وضع أسس سياسية للحوار الوطني السوري السوري من شأنها تمكين السوريين كافة من تسوية المسائل الملحة للأجندة الوطنية وذلك عن طريق الحوار الوطني الشامل وبلا شروط مسبقة والحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها ومكافحة الإرهاب والإرهابيين والمتطرفين على الأراضي السورية وتسوية الأزمة في سوريا بالوسائل السياسية السلمية بدوره لفت الرئيس الوفد السوري المشارك في منتدى موسكو التشاوري بشار الجعفري إلى أن لقاء موسكو كسر الجمود القائم منذ بدء الأزمة وخلق تواصلا بين معارضين كانوا يرفضون مجرد الجلوس مع الحكومة لافتان إلى أن المعارضين المشاركين وفقوا بأغلبيتهم على إعلان مبادئ موسكو كنا نسمع وكنا منفتحين على تبادل الآراء والأفكار مع وفود المعارضة لكننا لم نسمع ولا مرة واحدة موقفا موحدا لوفود المعارضات فما يوافق عليه البعض في المعارضات كان يرفضه البعض الآخر حتى في إطار الملف الإنساني الهام ولو أنه كان خارج نطاق رسالة الدعوة الروسية كان هناك خلافات من جانبه أوضح وزير الخارجي الروسي سورجي لافروف أن لقاء موسكو هو ساحة نقاش بين السوريين ويجب أن يقود إلى مفاوضات برعاية أممية الحكومة الأردنية تعلن جاهزيتها لعملية تبادل بين العراقية ساجد الريشاوي وطيارها معاذ الكساسبة أكدت السلطات الأردنية أنها لن تسلم المعتقل العراقية لديها ساجد الريشاوي إلا في مقابل الإفراج عن الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي اشترطت إثبات أنه لا يزال حيا معافا قبل إبرام صفقة بهذا الشأن السجين الريشاوي لا زالت في السجن في الأردن وكما قلنا أنه مبادلة السجين الريشاوي سوف يتم مقابل حياة طيارنا الكساسبة ومقابل استعادة طيارنا معاذ الكساسبة وكان تنظيم داعش قد أمهل الحكومة الأردنية كفرصة أخيرة حتى غروب شمس الخميس لإطلاق سراح الريشاوي في مقابل الإفراج عن الرهينة الياباني كينجي جوتو وإلا فسيقتل طيار معاذ الكساسبة وفي رسالة صوتية نسبت إليه قال جوتو في حال عدم الموافقة على مبادلة الرشاوي بحياتي على الحدود التركية عند مغيب شمس الخميس في التاسع والعشرين من كانون الثاني بتوقيت الموضوع أما الآن فنبقى مع النشر الفنية التي عدتها زميلة دارين شهين مساء الخير إطلالات كتير جريئة عم نشوفها فيها مؤخراً للنجمة بيونسي عم تخلق كتير من البلبلة بصفوف الصحافة العالمية مين وراء هالإطلالات؟ منشوف سواء بهالتحقيق جوناس كارلند هالمخرج الغير اعتيادة واللي يمكن وصفه بالمجنون هو اللي رح نتعرف عليه بهالتحقيق ليه هو تحديداً؟ لأنه جوناس هو اللي كان وراء إخراج آخر كليبين لبيونسي ويلي أثاره لكتير من البلبلة بصفوف الصحافة العالمية خالي نشوف أنا ويجيكو لأنه تخلق نفسي كل موسيقى لديه موسيقى ويهدفهم كل موسيقى هل تحديثت أكثر معك؟ تحديث أني تحديث عن هذا هذا هو أولاً أصدقاء موسيقى كل الأشخاصي التي أعمل منها معاً موسيقى أحبب أن تحديث في تحديث الأشخاص في البيتصال ليس معلومات موصدية. إذا قلتك بزرعة من البيتصال، فهذا أجب أكثر من المزيد من أن أخذها. هذه هدوه نحن أصدقائهم لأنها تحت لديهم حراراتي من أفرادية. ها تحت لديهم أفرادية. إنها أكثر مختلفة في طريق مختلفة من أفرادية مختلفة أحدثي من أجلها لتجلها إلى مكانة لا Shell date and have her take it from her comfort zone At the same time I wanted to stay within her brand and make her happy For Haunted I think it was very inspired by the music It's got a very cinematic tone It almost sounds like it could be a score for a movie موسيقى بيونسا لديها بعض الأشياء التي اشتركوا هذه الأشياء في هذا الشيء الذي نفعله موسيقى لديه موسيقى موسيقى لقد قمت بعمل في ذلك المنزل لأنها تبدو جميلة موسيقى 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 لقد كانت أصدقاء كيف أريد أن أريد بيونسا كثيرا لقد كانت هذه المنطقة، لقد كانت أصدقاء، لقد كانت أصدقاء وليس لقد كانت أصدقاء كثيرا لقد كانت كل الأشياء التي يمكن أن تظهر بها لكي أصدقاء شيئًا جينحا عندما كانت في المدرس لتعرض realizesري كبيرا كما تعتمد أن تعتمد أجل ، فإن التعرض هو الإعجاب لدي تعتمد الشباب المنطقة بالتقوية نعطي تلك العديد وكيف أنها تلقل مسؤولية بعدما أن تلقل مساعدة سلطب و قصة الرسالة الشحيطة من عملكي شباب وليس مثل ما يوجد عمل أنه مرحبا. 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 المعروح الذي قلتنا بأنه الناس يأتي معا. ونحن نحن جدا. ونحن نحن مرحبا. ونحن نحن نحن نحن. وما هو مرحباً مرحباً ولكنه في الوقت لا. مرحباً. وهذا كان كل شيء. باي. كان في النشرة الملك سلمان يشكل مجلسه الوزري وبندر بالسلطان خارج المعادلة في الخاص أين الحوار من عملية شبعة مش خرق لقواعد الحوار الحوار شو قاله لازمة هو من الأصل ما قاله لازمة الاحتلال متردد في الرد على رد حزب الله كان في النشرة أيضاً رواية الأيوبي عن المبنى بها كان معهم مولوتوف وكان معهم حجارة وبعض الصواطير اللي استخدموها بالمواجهة إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه النشرة نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم بأمان الله ترجمة نانسي قنقر